ماذا تتذكرين إذا سألت ست بيداء؟ يعني من ذكريات تجمعكم قديمة هي ست سماء؟ أنا وست حبيبتي طبعاً هي دائماً اتدهرني أي دائماً 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 اتدهرني وأول ما دخلت الوسط الفني خاصة بالأعمال البدوية يعني كانت هواية تنصحني وتعلمني بما أنه إحنا قدنا معرفة سابقة جوارياً وفادي الله يرحمه تشان ويايا فهي أحسها قلبها طيب طيب كلش ويعني مو مشاكسة بس ويايا مشاكسة لحد الآن ليش معرف ليش تتفد وقل إيه بس أنا من حبك لا شاء ومن كرهك فاتك وخلاك يعني فهذا ديبي الحب غلبتني وليه السؤال صحيح؟ طبعاً طبعاً أكيد أنا مو بس ويا بيداء أي فنان أو فنانة جدد يعني دائماً يعني من تصير الفرصة أو يتقبل أنه أنصها ما أبخل بالنصيحة ست بيداء شنو اللي استفادتي أو فالنصيحة نصحت لشيها ست سامر وبقت ببالت شماشي عليها منهج الصبر والهدوء صبر والهدوء صبورة جداً ست سامر يعني الله يبقدها من البلاء البلاء صبورة بالأكواية مثلاً يعني ما قدر أقول يتعدون حدودهم بس يعني شون يبخصون حقها كذا دائماً صبورة وحقها يرجع لها وهي ما تعبانة ولا حاجة ودائماً أقول لها ليش ما تحجين تقولي أنت تعرفيني أنا هادئة وأنا ما أحب المشاكل مزيين؟ فهي اللي حلو بيها مسالمة ومتصالحة وي نفسها دائماً شكراً